أكد المستشار حزم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين مشددا على أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدما نحو إنجاح العملية الانتخابية بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والذي عقد اليوم بتشكيلته الجديدة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لعام 2023 بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين ترجمة نانسي قنقر